موسيقى ما يميذ هذه الندوة اليوم هو اشتراك اكثر من عشر اختصاصات لمناقشة موضوع القدم السكرية بدءا من التشخيص وصولا الى اعادة تأهيل المصاب واعادته كفرد فاعل في المجتمع اليوم يتميز بان اختصاص الغدد والعظمية والمفاصل والرابطة الخمجية والاشعة وجراحة وجراحة الترميمية وجراحة الاوعية اضافة الى جمعية السكري لتناول موضوع من كافة جوانبه والبحث في اختلاطاته الناجمة عن السكري ومعروف ان مرض السكري في مرض السكري تزداد اختلاطات القلبية الوعائية اربع اضعاف المألوف عنا بالجمعية محتمنا بالداء السكري كمرض جهازي بكل اختلاطاته عملنا مشاركة مع زملنا برابطة جراحة الاوعية وامراض الاوعية وعملنا نعمل نظرة صغيرة على القدم السكري اللي هي اختلاط شائع وهذا اختلاط خطر كتير اذا ما عرف التبار لذلك عنا احنا مواضيع مهمة كتير كيف بتصير القدم السكرية شو الصادات اللي ممكن نستعملها شلول امراضية تبعها ايمت لازم نعمل تنظير للقدم السكرية ايمت لازم نحن ناخد قرار بالبتر اولى قبل منها لازم يكون جماعة بالفريق تبعنا جماعة الاشعة بينورونا في صورة الايكو في صور ظليلة في كل هالاشياء هاي بعدين منفوت بهالالاصص اذا فيها سمح الله أصاص بتور في معنى بالجلسات معنا الطباء مختصين بالصادات بدوا يحكونا شو الصادات اللي هي فعالة بهيك موضوع فيانا اطباء الاشعة كيف مقاربة المريض من ناحية الشواعية من ناحية شو دور الاشعة الايكو وهي تجهيز الشعارات تانية للشعار العادية والمرنار داء السكري دائما في عنا مسجدات من ناحية العلاج خاصة ومن ناحية احيانا معرفة الاسباب المرضية بس نحن هدف الندوة بالذاتة وهدف نشاط جمعية سورية لداء السكري بمحاضراتها ومشاركاتها هي محاولة الوقاية من حدوث المرض اول شي هو مرض استقلابي يسيب كل الجسم وبس صار في عنا داء السكري فنحن نخاف على العين على القلب على الكلاوي على الشرين فنحن اذا قدرنا نوقي المريض من الوصول للاختلاطات فهذا بيكون انجاز كتير كبير متل ما نعرف الطريب الطبيب الجيد هو اللي بيحمي المريض من الوصول للاختلاط بيمنع المرض بالاحرى والطبيب المتوسط هو اللي بيعالجه المرض نحن عم نحاول نعمل وقاية فاول شي بنبدأ بقسم معالجة الدائس القدم السكري الوقاية من حدوثها واذا صار حدثت فلعنا اختصاصات متعددة رح يشاركونا بخبراتهم لمعالجة والتدبيرة موسيقى